تكلمنا وقلنا أن القلب يمتحن وإن القلب طول ما هو مبصر يرى الفتن فإنه سينجح في الاختبار إن كان قوي يرى ويقوى على مقاومة الفتنة وقلنا أن هناك سحب تغطي القلب لكن لا تضر كالغيم للأنبياء والغيم للصالحين إلى الآن نحن لسنا في منطقة خطر بعيد فضل الله عز وجل عن منطقة الخطر متى يبدأ الخطر؟ يبدأ الخطر من قضية الغفلة قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة الغفلة معناها إيه؟ معناها الزهول عن الشيء فلان غافل عن شيء يعني أصلا مش في باله مش حاضر في ذهنه مش موجود أصلا هذه الغفلة قد تكون عن شيء أصلا لم يطرق قط على البال كغفلة الكفار عن ربهم وعما خلقوا وعن اليوم الآخر لن نتكلم عن هذا نحن نتكلم عن أهل الإيمان أو الذين آمنوا والآن يختبرون هناك غفلة أخرى بقى غفلة عارضة هذه الغفلة العارضة نتجت عن إيه؟ عن عدم شهود القلب لمعاني الإيمان القلب ده على حسب شهوده على حسب ما يشهد القلب من معاني الإيمان بالله واليوم الآخر يقدر على مقاومة الفتن وينجح في الاختبار وكلما غفل القلب عن هذه المعاني فجاءت الفتنة ولم يستدعي القلب هذه المعاني سقط فالغفلة درجات في غفلة شيء طبيعي جدا كما قال تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْوا اللَّهُ مَجْعَلْنَا مِنْهُمْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ وُبِصِرُونَ وإِخْوَانُهُمْ أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يُقْصِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْوا ربنا أثبت له منهم أتقياء إحنا قلنا بكده اتَّقْوَ فِي الْقَلْبِ يعني هذا قلب تقي إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْوا يعني الرجل عنده فعلا في قلبه معاني الإيمان إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ عَمْدَكْ فِي عَدُوَّ قَاعد 24 ساعة قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنُهُمْ أَجْمَعِينَ لا يَمَل يلقي إليك بالوساوس والخطرات ويحضك على المعاصي